حلوس للنهاردة زي ما قلت لكم هو تريزيجي ورباع نادي الزمالك الوينش وفتوح وامام عشور وزيزه لمعسكر منتخب مصر استعدادة لوديت النيجر ان شاء الله يوم الجمعة القادمة وكان في استقبال اللاعبين روي فيتوريا بنفسه المدير الفني لمنتخب مصر وايضا محمد غرابة مدير المنتخب وفي المناسبة الدكتور محمد أبو العيلة طبيب المنتخب أوصى بسفر نبيل عماد دونجا لعب وسط المنتخب والزمالك إلى قطر للعلاج والتأهيل هناك بعد تعرضه لإصابة فيه رباط الرجبة وشاف ان الرجبة بدأت تورم شوية فقال انه لازم يسافر بسرعة بالمناسبة الزمالك على النهاردة رسميا ضم دونجا والدونجا احنا عارفين من بدل ان دونجا خلاص بقى لعب في الزمالك بس النهاردة كان فيه اعلان رسمي من نادي الزمالك على ضم اللاعب اللي هيبقى مفيد جدا لنادي الزمالك وهيبقى بديل كبير ومهم جدا لطارق حامد دونجا زي ما قلت لكم من اللعيبة المؤثرة المميزة الكبيرة اللي هيكون لها ان شاء الله شأن مع نادي الزمالك فاتت غيابه فاتت غيابه يعني ممكن توصل لثلاث شهور الله واعلم لسه الامور دي لما هيسافر ويعمل اشعاعات هنعرف بس في كل الاحوال هيبقى مفيد الفترات ما بعد الاصابة وخيرا فقال نادي الزمالك انه اتم التعاكن مع نبيل عماد دونجا رغم الاصابة اللي حصلت له فيه معسكر المنتخب والمناسبة المنتخب او التحدي الكرة هو اللي هيتحمل مصاريف علاج دونجا الفترة القادمة لعب مهم ولاعب كبير ولاعب رائع جدا